هيمكن ما فيه الشك أنه الدولة المصرية بتبذل مجهود كبير جدا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر واللي زي ما قلنا هيكون ليه دور كبير جدا في تخفيف الأضرار البيئية اللي بتشكل خطر كبير على العالم خلينا نرف تفاصيل أكثر عن الاقتصاد الأخضر ما هو الاقتصاد الأخضر؟ تأثيره على الاقتصاد العالمي إزاي نقدر نتحول ليه الخطوات اللي مصر قامت بيها؟ كل ده من دكتور أسامة السعيد مؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف والعميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف صباح الخير على حديث دكتور بنورنا في صباح الخير صباح الخير عليكم صباح الخير على كل المشاهدين في يوم جميل يوم أخضر إن شاء الله إن شاء الله يفتلم في نفس السياق حديث زمال العزيز كريم بيفرس ويمكن مصطلحات عديدة عدالة مناخية ودينقاطية مناخية أنا أشكر أستاذ كريم على التقطية نقلنا إلى أجواء شرم الشيخ وإلى المصطلحات الجديدة فعلا على الثقافة البيئية داخل مصر وفي العديد من الدول الحياة زي ما حضرتك تفضلتي الاقتصاد الأخضر بالرغم من أن علم الاقتصاد علم اجتماعي بيبحث فيه كيفية استغلال الموارد والتعامل مع نظرتها عشان يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ممكن ده المعنى أو المصطلح المتعرف عليه بالنسبة للاقتصاد ده الاقتصاد نسمع الاقتصاد الأخضر فعايزيني أعرف الحضرتك بداية يعني ايه اقتصاد أخضر حاضر أول ما نتيج الصفة الأخضر إلى الاقتصاد لازم هنمزج ما بين العلم الاقتصاد علم اجتماعي وبعض العلوم الطبيعية الخاصة بالتشغيل والإنتاج والصناعة والكيميا وبعض الحاجات الفيزيائية والانبعاثات فبالتالي الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد بيبحث فيه كيفية تحويل تدريجي للمشروعات الاقتصادية من مشروعات تحقق الناتج والمخرجات المطلوبة منها ولكن بشكل صديق للبيئة وهنا بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان احنا قدام ثلاث مراحل يمكن ان تجعل الاقتصاد أخضر أو غير أخضر أو تجعل مشروع صديق للبيئة أو غير صديق للبيئة فلو احنا شفنا متخلات العملية الانتاجية ممكن ان تكون متخلات صديقة للبيئة طيب خلال مرحلة التشغيل عندي خطوط انتاج عندي فلاتر ولا ما عنديش فلاتر عندي خطوط انتاج فيها حماية وأمان وسلامة بيئية ولا لا طيب المخرجات اللي طالع عندي بتتنقل نقل من خلال وسائل صديقة اللي بيئة ولا لا وبالتالي المنظومة الخاصة بالمشروعات صديقة تلبيئة هي اللي بتخلق اقتصاد أخضر طيب في النهاية احنا عايزين نوصل ايه من الاقتصاد الأخضر احنا عايزين نوصل الى استدامة الكيان على الكوكب او الحياة على الكوكب فالتنمية المستدامة في ست اهداف منها صحيح تتعلق ب طب قبل ما نخش في اهداف التنمية المستدامة للخسر أمم المتحدة خليني اسأل حضرتك خلينا نتكلم بشكل علمي وعملي ونطبق القمة دي قمة التطبيق وقمة التنفيذ كل ما قيل قبل كده حاجة والقمة دي حاجة تانية خلينا نتكلم معك هم سمية مليون دولار هتحطهم دول اوروبية او دول غربية انصح التعبير لاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة احنا جاهزين بايه طول عمر لما تيجي في المشروعات تعتعوز فاند تبتقدم دراسة جدوى عندك مشروعات جاهزة للتنفيذ احنا عندنا ايه جاهز علشان ياخد المشروعات اسمح لي ان انا يعني من مواقع تخصص بقى في المحاسبة وفي الاقتصاد لازم نأكد على حاجة ان البيئة لها نوعان من التكلفة تكلفة المحافظة على البيئة وتكلفة معالجة عدم المحافظة على البيئة يعني انا وانا مفهوم يا فاند اه بأصرف عشان احافظ على المنتج بتاعني يكون منتج صديق البيئة يبقى فيه تكاليف اضافية بتخليني وانا بشتغل في العملية الانتاجية بحط بطجة معين عشان اصل الى اقتصاد اخضر او مشروعات صديقة البيئة طيب افرض انا ما عملتش ده بلاقي عندي نوع تاني من التكلفة وهي تكلفة اعادة الوصول الى الوضع الصديق للبيئة او معالجة اثار عدم المحافظة على البيئة فالنوعين من التكلفة دولة هما اللي تحتهم نيجي عنوان التمويل فالتمويل هنا احنا بصن له من منظور علمي زي ما انا قلت كده ولكن بعض الدول التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع درجة الكون وزيادة الانبعاثات عايزة تقصر المعالجة بتاعتها على ان انا هدي لك فاند تحاول ان انت تستفيد منه عشان ما تقعش في المستقبل في حاجات ضارة بالبيئة ولكن لازم احنا باعتبرنا هنا في قمة شارم الشيخ والمفروض يحصل ايه؟ اه باعتبرنا في قمة شارم الشيخ هي قمة التنفيذة من حضرتك قلت لازم نركز على ان في دول تضررت بالسيول بالتصحر بالفقر بجفاف الانهار دي ترتب عليها اثار بقية لازم نعليكها الاول قبل ما فكر في المستقبل وبالتالي يجي هنا دور مصر في ان الخطط اللي هي بتضحى لابد ان تكون خطط بتسعى الى وضع العالم كله قدام مسئولياته من خلال حصر المشاكل اللي حصلت في العالم كله زي ايه؟ يعني الكلام الاكاديمي جميل عايزين نطبق زي ايه يا فاند؟ جفاف الانهار مثلا ده نقطة التصحر تمام السيول تمام حصر المناطق اللي اتضررت من الاماكن دي دي لازم تكون اولوية مين اللي هيقوم بي ده؟ مصر مع الامم المتحدة وانا ارشح انها تخش دولة الامارات معانا باعتبر انها هتبقى مسئول عن قبل 28 ايه؟ فبالتالي لو احنا عملنا الكلام ده تبقى زي ما احنا استقبلنا الموفود بشكل جميل وزي ما ادارة المؤتمر بتسير بشكل رائع بشهادة العالم كله لازم احنا الخطط اللي احنا نضحها خطط تقود العالم نحو بداية صحيحة للتنفيذ طيب يعني هيا في اسئلة كتير جدا يفهند في اللقات اللي حضرتك اشارت اليها بس خلي بداية كده اعرف من حضرتك هل كل المشروعات يمكن ان تحول الى مشروعات صديقة للبيئة هل التحول يعني اوفر اكثر تكلفة؟ التكلفة الظاهرة زيادة زيادة في التكلفة عشان اصل الى مشروع صديق للبيئة بنسبة 100% الاجابة على سؤال حضرتك يمكن ان يكون كل مشروع صديق للبيئة وبالتالي تزيد نسبة المشروعات المكونة للاقتصاد الاخضر صديقة البيئة طيب جزء التاني من السؤال هل هتبقى اوفر في المستقبل؟ اه لان لو حضرتك استي الضرر الاجتماعي والتكاليف النتج عن التلوث والانبعاثات والاحتباس الحراري وزيادة سانيكسيد الكربون كل ده بيؤثر في الاجل الطويل فاحنا لما نلاقي مثلا قرية ازيلت جسر انهار ممتلكات تلاشت او تحطمت أليست هذي تكلفة؟ بكل تأك وبالتالي المشروع اللي كان سبب في ده اه خفض تكلفته اللي هي التكليف البيئية ولكن اثر ده مع مجموعة العوامل الاخرى وان الدول اللي هي كسيفة الصناعات بتدور على التكلفة والتنافسية وفتح اسواق قديدة اكتر من ايه؟ الدول اللي ما حضرتش المؤتمر يعني بردو خيني اعرف من حضرتك تفصيلة اخرى هل ان انا انشئ مشروع من البداية صديق للبيئة؟ اسهل؟ ولا ان انا يكون عندي كيان قولا واحدا اسهل بس يمكن تحويل اي كيان موجود للمشروع صديق للبيئة؟ للمشروع وايه الاثار السلبية؟ من الاثار الايجابية لو انا هرصف الطريق وهشجر الطريق المؤدي الى المشروع ده يعتبر ايه؟ يعتبر تكلفة بيئية واثر بيئي ايجابي طيب افرط نتيجة الابخرة وتشغيل الالات هيطلع بعض الاكاسيد او بعض الانبعاثات اللي هتزود الحرارة لو انا ركبت فلاتر او تدخل علماء الخاص بالكيميستري او البيو كيميستري او الفارماسيوتيكالز في الموضوع بحيث ايه؟ يخفضوا هذه الانبعاثات هتزيد التكلفة شوية بس ايه؟ حتى لو انا كنت ماشي غلط هقدر ان انا اصلح وامشي ايه؟ اللي هو التحول هنا احنا بنعالج زي ما حضرتك قلت يعني احنا عندي مصنع بيطلع دخان وبينزل رواسب باقية مثلا او فاحنا حنحط له فاحنا هنا بنعالج رجوعا للسيناريو اللي حراك ذكرته ماذا بقى لو عايزين نأسس من الاول يعني انا مثلا خليني يا الوادي الجديد والبحر الاحمر من اكثر المحافظات هنا تضرورا او تأثرا بالتغيرات المناخية في السيول وفي الحاجات احنا بنشوف امطر عادية ربما بتيجي في اوقات غريبة جدا جو حر قري غير ده ازاي ما هو ده السؤال انا النهاردة بقى عندي متغير حقيقي تغير ده ازاي لازم نرجع بقى لمواسيق الامم المتحدة فيما يتعلق بالبيئة من اول مظهر الموضوع ده سنة 68 هتلاقي سنة 2012 في ريو دي جانيرو في البرازيل كانت قمة المناخ في 2012 طلعت بجموعة من التوصيات او القرارات اللي مصر بدأت تشتغل فيها اوريدي عظيم زي طاقة المتجددة زي اعادة تدوير المياه زي المساحات الخضراء يعني لما تشوف دلوقتي اي مطور عقاري لما بيجي بيسوى للمنتجع اللي بيعمله او للكمباوند اللي بيعمله او للمشروع اللي بيقدمه بيقولك انا بابني على مساحة كذا وفيه مسطحات خضراء قد كده وفيه مسطحات مائية فده كله يعتبر ايه يعتبر مشروعات جديدة بتتصمم على اساس ان تكون صديقة للايه للبيئة وبالتالي لو رجعنا برضو لقيمة ستوك هولم في سنة 72 كانت بتأكد على حضرتك بتقول عليه اللي هو المبدأ 21 قال اني لازم كل دولة وهي بتحط سياساتها البيئية هي حرة في اختيار مجموعة السياسات ولكن لاجه يجب ان يتضرر منها الدول اللي ايه المحيطة فالمبدأ ده تحقيقه ما ينفعش دولة واحدة اللي تعمل ولا مجموعة من الدول وعشان كده مصر دلوقتي من ساعة يوم السبت اللي فات لغاية السنة الجاية في 23 هي هتبقى قائدة العالم في هذا المجال وبالتالي يمكن رئاسة القمة كانت لمين كانت سيد سامح شكر وزير الخارجية لمدة ايه لمدة سنة فاحنا دورنا بقى ان نقود العالم في وضع خطط وسياسات بالاشتراك مع الامم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد الافريق بالاشتراك مع الدولة القادمة في رئاسة المؤتمر وبالتالي نبقى بدأنا التنفيذ هنا تنفيذ جيد تنفيذ سليم تنفيذ نلقى اثاره في الاجل الايه الاجل القريب والمتوسط اللي هو احنا حطين ان احنا ما نزودش درجة حرارة الارض عن واحد ونص درج طيب مش انا بس اللي هعمل كده ولا مجموعة الدول الافريقية ده المفروض العالم كله فعشان نعمل ده ونصل الى النتيجة دي لابد من وجود سياسات واضحة تمويل سليم الوعي البيئي والاستهلاك الاستهلاك غير المستدام للفرض ده دي جزء مكملة للاقتصاد الاغضر دكتور حضريك اتكلمت الحياة في نقطة مهمة جدا لكن انا انا لو هتكلم في نطاق مصر فقط نعم بما ان حضرتك طبعا مؤسس في مهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة باني السويف ونحن بنتكلم في الاسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتبدأ والمشروعات القادمة وفكرة التحول للاقتصاد الاختر هل هي دلوقتي مسألة اختيارية ولا بالفعل في خلينا نقول قوانين او هو خلاص بقى اجباري انه المشروعات وايضا انه يكون اجباري على الكيانات الكبيرة كيانات صناعية الكبيرة ان تتحول للاقتصاد الاخر هنا في مصر عندي تحدي كبير جدا ايه التحدي التحدي ده بيتمثل في ان نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة والمتوسطة في داخل الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي انا مش شايفها انا مش شايفها ازاي واحد بيشتغل وبيشغل معها ثلاثة اربعة وبيقدم بنتج وبيكسب وبيستمر وانا ما عنديش اي بنات عنه دي حقيقة والدولة بتعمل على دل لو هنتكلم بس حتى على الاقتصاد الرسمي الاقتصاد الموجود والمعلوم من قبل الدولة طبعا اي حد بياخد رخصة مباشرة النشاط لابد ان يكون النشاط نفسه نشاط ما بيقديش الى اثار سيئة للبيئة المفروض تكون فيه مراجعة الى هذا الانشطة وكيفية تنفيذها لان ممكن وانا ببدأ النشاط ببدأ بشكل جيد بحقق كل الاشتراطات البيئية ولكن وانا بنفس بيسقط من مجموعة من الاشتراطات فيتحول المشروع من مشروع كان كويس الى مشروع ضد البيئة او مش صديق للبيئة فبالتالي المراجعة هنا مراجعة مهمة جدا عشان اللي يبدأ مستدام يفضل مستمر ما يتحولش الى غير مستدام وهنا تيجي دور الاجهزة الرقابية وده كنسوا اي لحضرتك ما هو ده اللي انا بكلم معي اني لازم يكون فيه آليات واضحة وسياسات واضحة للتعامل مع المشروعات الصغيرة المتوسطة فيه شقي الشق اللي هو زي ما حضرتك تفضلتي داخل الاقتصاد الرسمي لازم اتأكد انه ماشي مع التوافقات البيئة اما اذا كانت هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناية الصغر بتعمل فيه اقتصاد غير رسمي لازم اتأكد انها تخشد جوة الاقتصاد الرسمي فيه مرحلة وفيه مرحلة تانية تتوافق مع البيئة طب يعني بشكل عام لو احنا حللنا هذا الكلام على ارض الواقع احنا احنا محتاجين ايه في الوقت الراهن يا دكتور ختاما وبناءا علي يعني زي ما بيقولوا كده واحد اتنين تلات اربعة محتاجين ايه من البرلمان نعم كتشريعات محتاجين ايه من اجهزة البرلمانية كرقابة محتاجين ايه ضوابط علشان الموضوع ما نبقاش بنقول كلام كده وليجي نسفر وجه بحري نلاقي حد عمل مصنع بيطلع او بينزل في النيل كل الكلام ده احنا عايزين نقفل هذا البال انا عشان نجاوب على السؤال ده بشكل محدد نقول من يوم السبت الجاي من يوم تسعتاشر حداشر لا ده احنا عايزين اجابة في دقيقة لان عندنا موجز واحد تلاتة ربعة بعد ازنا عضرتك من يوم تسعتاشر حداشر لابد ان تتشكل مجموعات وزارية بحيث تكون وزارة البيئة مع كل الوزارات صناعة التجارة النقل الصحة كل الاشتراطات البيئية لابد ان تعمل مع هذه الوزارات بشكل مش بشكل مكمل لا ده بشكل عضوي بمعنى ان ما ينفعش نمارس التخلص من المخلفات الصحية او المخلفات البيئية الا لما تكون دارة البيئة دخلة في الموضوع مشروعات اعادة التدوير مزيج الطاقة كل دي اعادة معالجة المياه مرة واثنين وثلاثة كل دي ده بيجعلني ان انا استكمل اللي بدأته الدولة من سنوات ثم لازم يكون في وعي بيئي عن طريق ان احنا نعرف الناس يعني ايه بصمة بيئية يعني ايه بصمة كربونية ازاي انا اتحول من سلوك استهلاكي غير مستدام الى سلوك استهلاكي مستدام كل دي برامج لازم ان احنا نحللها ونجيب العلماء سواء في مجال العلوم او الكيميا او البيئة او الاقتصاد والاجتماع ايضا يا فندم لانه اهم حاجة ان احنا بالفعل نصل للموضوعين يفهموا يعني ايه طول وقت منتكلم عن مصطلحات مصطلحات الحياة الكبيرة شوية نعي هذه المصطلحات ونفهمها ونفهم بالفعل لماذا تأثرها وتأثرها عليه نحن كاشخاص يمكن شوية المصطلحات بتكون كبيرة شوية فلازم احنا كمواطنين وكاشخاص نعرف تأثرها عليه نحن بشكل مباشر باشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الدكتور اسامة السعيد مؤسس معهد المشروعات الصغيرة المتوصلتها بجامعة بنسويف والعميد السابق لكلية التجارة في جامعة بنسويف نواتين يا فاندي شكرا جزيلا يا فاندي وان شاء الله يعني مصر تقود العالم في هذا المجال لمدة سنة كاملة وتكون لها بصمة بيئية جيدة الجميع انتظر ذلك والجميع يعني أنظره تتجه نحو الدولة المصرية وان شاء الله نتسلم هذه القيادة وان شاء الله نكون أهلي لها كما كنا أهلي في عدد كبير جدا من الملفات الإقليمية والدولية والعالم يعرف هذا جيدا شكرا شكرا